ايش الشي الغريب اللي خارج السعودية طبعا برمضان فيه بالداخل الدائرة القطبية الشمالية اي كاني انا قبل كم سنة سمعت انها من صمو 22 ساعة في ايسلندا لا نطيح ما صدكت طلع مقطع سافرت عقب رمضان يمكن بشهر او اقل من شهر رحت لايسلندا جميل من ضمن الجولة زرنا جامع الرحمن اللي هو موجود في العاصمة مريكيا فيك عاصمة ايسلندا جميل وانا ادخل للجامع يمر الامام مصري حلو واسلم عليك اول سؤال يا شيخ حنا نسمع انك متصومو 22 ساعة هل هذا صحيح ولا اشاء قال نعم صحيح لا اله الا الله يا شيخ انت رمضان اللي فات صايم 22 ساعة قال نعم انا صايم 22 ساعة يا الاطين قلت شلون مو معقول قال 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 الله يسلمك سفرة الفطور هي نفسه سفرة السحور يفطرون بس يغطون السفرة ساعتين يصلون للمغرب العشاء او من يجون يتسحرون تطلع الشامع لا اله الا الله قلت يا شيخ مو معقول لازم تستفتون والله العظيم قلت شلون 22 ساعة قبل البداية كنت اتعب وعلى فكرة الامام هذا مصري راتبه تصرفه الدولة السعودية يا اله الله وجامع وين جزاهم الله في شمال خيط الاطلسي بجزيرة كم حد يعرفه اسمه ايسلند يا ربي تحفظ هال الوقت وين ما وجهت هلقى خير من هالبلد حكومة وشع هذا والله الكلام فيقول لي للشيخ المصري يقول كنت الى عشرين ساعة الوضع جيد جيد يقول اخر ساعتين يقول خراص بس طايح قيل كده يا سبحان الله وما في طاقة ليها ايا الصموة 22 ساعة ترى مي سهلة والله والله مي سهلة طبعا باردة هي الاجواء طبعا الجو باردة بس انك بحاجة تأكد ارضهم سواخد شيء حطش ممكن ما يحصل شيء لا يطاق لا اله يا سبحان الله